حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن حبيب الأنصاري قال سمعت ابن أبي بشير وابنة أبي بشير يحدثان عن أبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحم أبردوها بالماء فإنها من فيح جهنم حدثنا روح وإسماعيل بن عمر عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبدي بن تميمين أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتل ولا قلادة إلا قطيعت قال إسماعيل قال وأحسبوه قال والناس في صيامهم حثنا علي بن أسحاق حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثني حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد وأبي بشير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يومين فمرت امرأة بالبطحاء فأشر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخر فرجعت حتى صلى ثم مرت حثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال حدثنا عبد الله أخبرني مخرمة عن أبيه عن سعيدي بن نافع قال رآني أبو بشير الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي صلاة الضحى حين طلعت الشمس فعاب علي ذلك ونهاني ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان ترجمة نانسي قنقر